بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ورضي الله تبارك وتعالى عن شيخنا سيد أحمد تجاني وعنا به آمين أما بعد قال تعالى فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله من عند مين؟ مباركة طيبة يعني ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك سلم لي على نفسك سلم لي على نفسك يا سلام وأدخلها في ملكوت وأنعم عليها بإدخالها في ملكوت السلام ما هو السلام ده؟ ملكوت تلقى السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين عشان أنت راجل كريم مش عاود تسلم على نفسك بس السلام علينا السلام علينا وعلى عباد الله أيه حب نفسك وتهبها وهم بها وأكتب لها شعرا ونسرا وتعبد أقدس عباده في أعظم محراب محراب النفس هذه النفس هذه النفس التي أمرك رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقدمها على كل شيء فقال ابدأ بنفسك عاوز تبدأ أي حاجة لازم تبدأ بنفسك فبتقدم نفسك على كل حال إلا نفس رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أولى بالمؤمنين من إيه من أنفسهم قال له يا رسول الله أحبك أكثر من نفسي قال له الآن يا عمر فكأن حب النفس ده هو القمة اللي بعدها حب النبي يعني اللي فويها حب النبي على طول فإيه أكثر حاجة تحت حب النبي النفس النفس هذه النفس أوسع من أن يحصرها مكان أو يحدها زمان النفس دي وسع جدا 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 ولذلك خلق الله النوم خلق الله النوم خلق الله النوم ليه؟ عشان النفس فيه بترجع إلى عالمها حيث لا زمان ولا مكان ولا مكان ولا تقييد الإطلاق التام فخلق الله النوم فخلق الله النوم فربنا سبحانه وتعالى بيصلح بالليل ما تفسده أنت في نفسك بالنهار النفس خلقت لتتسع لجميع الإلهامات الإلهية سواء بالفجور سواء بالطقوة النفس أقسم الله بها وقال ونفس وما سواه فألهمها فجورها وتقواها فالنفس وسعت كل المتضادات يعني كل المتضادات الشفعية والسلوكيات والصفات المتضادة وسعتها النفس ولم تقبلها الروح يعني النفس واسعة جدا إنما الروح وتر لا تقبل إلا الزكر والطهارة والتقديس لأنها نفخة الإلهية فالروح من حضرة الوتر والنفس من حضرة الشفع الروح الروح لا تقبل إلا الطاعة والسجود والأدب ولا تقبل الأخلاق السيئة إنما النفس تقبل جميع الإلهامات وجميع التجليات ولما ربنا سبحانه وتعالى أقسم بالنفس مرة ألو نفس أقسم بالنفس الروح ألو الشفع والوتر الشفع اللي هي والوتر اللي هي دائما النفس تستروح وتستريح للحب والحنان وتستوحش جدا من القسوة والحرمان يعني أنت مثلا أنا هقول لك حاجة بسيطة جدا في غزوة بدر هو أنت لما تجيب واحد غير مؤمن وتحاول تفصله كده تفصل التفاصيلات اللي فيها تقول إيه هذا الرجل غير المؤمن جسده مسبح جسده مسبح ظاهرا وبطن ظاهرا مسبح وبطنا الرئتين والقلب والأمعاء كلها مسبح فجسده ظاهره وبطنه وروحه مسبح سيجد يبقى المشكلة فين في النفس النفس عندها يمين وش مال عندها يمين وش مال وهي في النص بس بس بتميل إلى من يعطف عليها ويحبها ويرعاها والشيطان الشيطان عارف كده كويس فيعمل يطبطب عن نفس ويشبعها حنان عشان تروح له وياخدها في حضنه وانت يا مؤمن عملت جليدها وتحربها وتجاهدها مش هتجي في صفك أبدا مش هتجي في صفك المال ايه صح الصح انك تصاحبها تصاحبها وتحن عليها تقولها كلام جميل النفس هنثوية النفس دي ذكر على مؤنف مؤنف والمؤنف ايه اكتر حاجة حساسة في البنت ايه ودانها لما تقولها كلمة حلوة مش زي الولد ده هم ودانهم حساسة اكتر منك كلمة حلوة الكلمة الطيبة وإيه وحق ما تصدقت به على نفسك يعني تقول لنفسك كلام طيب تقول لنفسك كلام حل تصبح عليها صباح الخير مش كده الكلمة الطيبة ايه واحد راح للنبي قال له يا رسول الله معي دينار قال تصدق به على نفسك قال معي آخر قال تصدق به قال معي ثالث إنما أول حد مين عاوز تصدق بالكلمة الطيبة تصدق على ايه على نفسك سلم عليها عشر حسنات السلام علي السلام علينا عشر حسنات ورحمة الله عشرين وبركاته كام هاي إنما أنت ما بتسمعش نفسك ولا كلمة حلوة من صبحية ربنا وإنت عمال أخذ بالك هو ايه اللي النبي عليه عليه الصلاة والسلام عمله لما جاه النبي عليه الصلاة والسلام قعد تلتاشر سنة لا يؤذي الكفار ولا يقاتلهم ولا عشان يحتفظ بنفسهم في الوسط في الايه في الوسط مع إنهم ما كانوا بيعذبوه هو وأصحابه إلا إن جواهم كانوا بيحترموه فانفسهم كانت محترمة وعارفة فالنبي ما جاش نحية نفسهم خالص فضل يستحمل مستني اللحظة المناسبة قعد تلتاشر سنة ونفسهم مش عاوزة يبقى لازم هذه النفوس نستنقذها من الشيطان لأن الشيطان مستولي عليها فيبقى الحرب تكون مع مين مع الشيطان أنت فاكر في غزوة بدر النبي قتل الكفار حرب الكفار لا ولا جان حياتهم حرب مين الشيطان حتى يستنقذ منه نفوس الكفار ولذلك الرواية الصحيحة أن إبليس أتى على شكل سراقة بن مالك تشكل بشكل سيدنا سراقة على فرس وجاء معه جيش من الشياطين عشان الشيطان عارف أن دي الحرب بتاعته وجي معاه جيش وقال لهم لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم بيقوله الكفار القرآن بيقول فلما تراءت فلما تراءت الفئتان شاف سيدنا جبريل والملائكة جايين 3000 ملك على حصنة جري فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه سلمهم وقال وقال إني إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله إيه أصلاك أنت فاكر أن الشيطان ما بيسجدش لله لا الشيطان هو رفض أن يسجد لآدم إنما عادي ربنا ده فوق الكل يعني هو ما عندهش مشكلة أن يسجد لربنا إنما مشكلته أن يسجد لمين فبيقول لهم إني أخاف الله وكمان بيقول لهم والله شديد جري وساب للنبي بقى كفاء قال لهم فكثير منهم آمن نفسهم وفضل النبي عليه الصلاة والسلام يقاتل إبليس ويستنقذ منه في كل مرة نفوسا كانت زامئة للخلاص لحد ما راح في غزوة فتح مكة فتح مكة كلمة واحدة قالها رسول الله قال لهم اذهبوا فأنتم إيه الطلقاء كل نفوسهم راحت فين راحت مع النبي عليه الصلاة حتى أبو سفيان زعيم قريش ذو النفس العتيدة راحت فين نفسه النبي قال من دخل دار أبي سفيان فهو إيه كل ده عشان النبي عليه الصلاة والسلام يخلي نفسهم تميل إلى اليمين تميل إلى الإيه إلى الإسلام الحروب في الإسلام ليست حروبا بالنفوس ولكن هي حروب لاستنقاض النفوس حينما تتصالح مع نفسك ستجد الكون كله مطيعا يأتي طوعا أو كرها قالت أتينا طوعا ستجده ستجده مسبحا تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيه ولكن لا تفقه بل ستجده ساجدا ولله ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا دول أهل الحب وكرها اللي خايفين بيسجدوا برده بس إيه كرها شديد العقاب يسجد يسجد والنفس لها مراحل نضوك أنت تفضل تغذي نفسك بالحب لحد ما النفس تنضوك إذا نضجت النفس منحت الحب بدلا من أن تطلبه بمعنى أنك أنت عمرك عشرين سنة عشرين سنة وانت بتاخد حب أنت دلوقتي بقى نضجت امنح أنت بقى الحب متبدلش تقول أنا عاوز حبه محدش مديني حبه ما خلاص أنت دلوقتي أنت اللي تدي بتبقى تفضل صغير أنت اللي تمنح الحب الآن فإيه علامة نضوك النفس أنها تمنح الحب للآخرين بالكلام الطيب بالسلوك الطيب بالحب بالحنان فجميع الحقائق ذاكرة ولو من غافل مؤمنة ولو من كافر يذكره الذاكر بذكره ويذكره الناس بنسيانه ويطيعه الطائع بطاعته ويطيعه العاصي بعصيانه يا أما أنت تطيع أمره إذا أطعت أمره فأنت طائع وإذا أعصيت أمره أطعت قدره وإرادته ومشيئته فالكل طائع لا يستطيع أحد أن يخرج عن طاعة الله وليس هناك إله فدخل الذين آمنوا تحت قوله يا عبادي وقال يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم فأدخل جميع العباد طائعهم وعصيهم وعصيهم تحت مظلة شرف يا عبادي كله رضي عن طائعنا وأحبهم وغفر لعصينا وسطرهم فكلنا عياله فكلنا عياله وجميعنا عباده من أول صديق إلى آخر زنديق الكل عباده وحب الله لعباده قديم قديم لا يوقفه معصية عاصم ولا يستدره طاعة طائع ما تفتكرش أنك أنت لما تطيع حتستدر حب رب هو بيحبك ما فيش حبه سابق حبه سابق لمعصيتك حبه سابق لطاعتك وإذا أحب الله قوما ابتلاهم ربنا سبحانه وتعالى نظرة حب واحدة من الله أعظم من نعيم الجنة إذا نظر الله إليك نظرة حب أعظم من نعيم الجنة فيبتليك الله بالبلاء الحسن وليبلي المؤمنين منه بلاء إيه فائدة كلمة منه قصة كانت الآن ممكن من غير منه وليبلي المؤمنين بلاء حسن لازم منه عشان لو مشوفتش منه ستقع في المشكلة مش حبه البلاء حسن لازم البلاء كيف يكون منه ولا يكون حسنا وليبلي المؤمنين منه منه بلاء حسنا فيسعون البلاء كلمة منه دي بقى تخليك تسع البلاء ولا يسعك البلاء وتشرب البلاء ولا يشربك الايه وتظفر بالله فيه ولا يظفر بك البلاء فينزل البلاء على ظاهرك وينزل أنوار الجمال على بطنك فلا تشعر بالبلاء ولكن تنظر إلى الله سبحانه وتعالى قال صلى الله عليه وسلم من كان يحب أن يعلم منزلته عند الله فلينظر كيف منزلة الله عنده فإن الله ينزل العبد منه حيث أنزله من نفسه بس شوف انت بقى منزلتك ايه وهؤلاء الناس أهل الحب المتصالحون مع الله ومع أنفسهم ومع الكون يستحيون من الله في الطاعات فيستحي الله منهم ومعه منه في المعصية ومن تحل ظاهره بالكلمة الطيبة وباطنه بالحب والرحمة فإن الله فإن الله تبارك وتعالى يطلق يديه في الكون تصريفا يقول للشيء كن فيكون وزل فيزول هؤلاء الناس هم أهل اسمه الرحمن تحلوا بالرحمن فأطلقهم الله تصريفا في الايه في الكون ويفتح الله على يديه خزائن الجود لكل فيجود وخزائن العلم لكل فيعلم وخزائن المعرفة لكل فيمعرفة وخزائن كل شيء لكل فيشيء ويتجل الله تبارك وتعالى بهم لأهل الإيمان وعلى أهل الإيمان تجل لا يعلمه أهل الكفران ويتجل على أهل الكفر بهم تجل لا يعلمه أهل الإيمان فيتجل على أهل الإيمان بتجل لا يعلمه أهل الكفر وتجل على أهل الكفر بتجل لا يعلمه أهل وهو إله واحد وإلهكم إله إيه وإلهكم إله لا إله إلا هو أقول قولي هذا والصلاة في الله